إلى محاربة الجريمة المنظمة وفي أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالواد بالناحية العسكرية الرابعة خمسة تجار مخدرات وضبطت خمسة عشر قنطارا من الكيف المعالج كانت محبأة داخل شاحنة كما أوقفت مفرزة أخرى شخصا بحوزة 12 بندقية تقليدية الصنع و24 كيلوغرام من البارود وكميات من مدتي الكبريت والفحم وأغراض أخرى كما تشاهدونها في هذه الصور